مرحبا اليوم حبيت اشرح لكم عن ميزة موجودة بالايفون انه تقدر تتحكم بالايفون مالتك بايفون ثاني مربوطين بنفس الاحساب لكن نفس الايكلاود لكن المشكلة انه لازم يكونوا اي او اس 16 وفوق يعني ما يصير الايفون الخمسة والستة او السبعة اللي انتهوا هذه خاصة بالاي او اس 16 كيف رح نفعل الخيار رح ندخل على هنا فقط تتحكم بالهاتف الاول تدخل على الاعدادات تنزل على تسهيلات الاستخدام تنزل على هنا التحكم بالاجهزة القريبة رح تكبس على هنا رح يظهر عندك جهاز 8 بلس اكبس عليه هنا رح مثل ما تشاهدون ظهر عندي هذه الميزة تجريبية الان بس رح يكون بيها خيارات بالمستقبل كل شيء كثيرة فمثل ما تشاهدون الان طبعا رح تقدر تتحكم بالمستقبل بكل شيء هنا بالهاتف الثاني هنا الاشعارات وهنا تبديل الخيارات مال الاعدادات وايضا هنا يرجع على الشاشة الرئيسية وهنا تقدر تبدل التطبيقات ومركز الاشعارات ومركز التحكم وايضا ايقاف وتشغيل الوسائط والمسار السابق ورفع الصوت مثل ما تشاهدون رفع الصوت شغال خفض الصوت ايضا شغال وهنا سيري لانالي قافلة ايضا يتحكم به هذه الميزة تجريبية رح يكون لها دور كبير بالمستقبل فاللي حابب يعرفها من هسه هذه الميزة نزلت فقط انه الاجهزة القريبة لكن بالمستقبل ايفون انه رح تخليك انت وخارج البيت تتحكم بالايفون اللي موجود داخل البيت او اذا انسرق رح تقدر تاخد صورة من هنا طبعا هذه الميزة اذا قدرت تاخد صورة بهذا الجهاز طبعا ايفون تقدر تعملها رح يكون الى سبق بكل الاجهزة مصائرة لانه رح تقدر تاخد صورة لكل شخص رح يستخدم هاتفك بدون علمك اتمنى بنهاية الفيديو استفاديته لا تنسوا اندعوا عن قناتي بلين بعيون العربية باشتراكوا لايك وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد من عندي مع تحياتي من برلين عاصمة المانيا مع السلامة اي سؤال او استفسار اي مشكلة كتبوها بالرسائل الآن حاضر شكرا لكم مع الف سلام